موسيقى موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأقلي في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف قبل ما نخش في أي تفاصيل عايز أقول أن طبعا كل القائمين هنا في برنامج المحترف وقناة النادي الأهلي تتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز إسلام الشاطر بعد وعكة صحية يعني إن شاء الله يقوم منها بألف سلامة ويرجع لبيته الكبير وقناة النادي الأهلي ألف سلام عليك يا إسلام وتنورنا وترجع بألف سلامة قريب إن شاء الله النهاردة الحلقة بتاعتنا فعلا حلقة دسمة جدا هنواصل فيها الحديث عن الدوريات الأوروبية اللي حصل في الدوريات الكبرى الدوري الإنجليزي الدوري الأسباني والدوري الإيطالي كمان هنعرف أحداث الأخبار على الساحة العالمية في كرة القدم هنعرف على طبعا وحنهتم جدا جدا بطبعا أرعد كأس العالم للأندية أكيد اللي هيشارك فيها فرقتنا فريق النادي الأهلي ويا رب بإذن الله تكون طموحات جديدة وأحلام جديدة للمارض الأحمر اللي حيمثل مصر في هذه البطولة وتكون سقف طبوحاتنا عالي سقف طبوحاتنا إحنا حصلنا على المركز التالت في النسخة الماضية إن شاء الله بإذن الله نكون في المباراة نهائية في هذه النسخة إن شاء الله كمان هنتابع مع حضراتكم يمكن بعد ساعتين من دلوقتي انطلاق حفل البلندور الفائز بالبلندور يمكن هذا الحفل وهذه الجائزة على مستوى العالم كله مهتم بهذه الجائزة بشكل كبير جدا جدا مش من دلوقتي من خلال يمكن الأشهر اللي فاتت هنتعرف ونتابع ونشوف حزوز يمكن للعبين المرشحين لهذه الجائزة وكمان هنشوف معهم هل يعني يمكن التكهنات كلها راحة لليون ميسي هل يستحق ليون ميسي هذه الجائزة بجدارة هل ليفندوبيسكي هو الأحق هل وجود جورجينيو على رأس القائمة من خلال فوزه مع منتخب بلاده بليرو 2020 يكون هو الأحق هل محمد صلاح ابتعاده شوية عن الترشحات هل كان محمد صلاح هو الأحق بهذه الجائزة هنتابع كل دود في حلقتنا النهار قبل ما انتبه حلقتنا ويمكن ان شاء الله بإذن لازم أقول لحضراتكم حلقة دسمة جدا عايز أقول لحضراتكم بعض الأخبار السريعة ديفين دي بروين طبعا النجم البلجيكي الرائع ولاعب المان سيتي بيحصل على أفضل صانع ألعاب في العالم عن عام 2021 الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاغ لكورة القدم أعلن يوم الاتنين عن فوز الدولي قلب الجيكي كيفين دي بروين لاعب طبعا وسط المان سيتي وبجائزة أفضل صانع ألعاب في العالم خلال العام 2021 طبعا دي بروين أدى طبعا أداء أكثر من رائع مع المان سيتي في الموسم الماضي وحصل على بطولة الدورية ومازال يؤدي بشكل أكثر من رائع وطبك زي ما بقول لحضراتكم مع المان سيتي ببطولة البريميال ليج طبعا وأخذ الدرع أو أخذ هذه البطولة بصعوبة أمام الليفربول ديفين دي بروين كمان كان أحد أفضل العناصر في المنتخب البلجيكي طبعا خلال الموسم الماضي وقاد المنتخب البلجيكي بأداء أكثر من رائع فيه لهيئات كأس الأمم الأوروبية الييرو 2020 وكمان أدى أداء رائع فيه بطولة الدوري الأوروب دي بروين أكيد نجم كبير جدا هو أحسن أو أفضل صانع ألعاب في العالم في 2021 طيب الخبر اللي بعد كده كمان عندنا يمكن من محب نيمار للأسف المتابعين الدوري الفرنسي في مباراة باريس سان جرمان وسان تيتيان اتعرض النجمة البرازيلي الكبير نيمار لإصابة يعني كانت إصابة صعبة والصورة كانت ملعب صعبة جدا النهاردة تأرير رسمية من باريس سان جرمان تأرير طبية رسمية أن نيمار سيغيب عن الملعب مدة لا تقل من 6 ل 8 أسابيع عنده تقريبا أطعف في أربية الكاحل وحيغيب عن الملعب مدة لا تقل عن شهرين طيب المان يونايتد طبعا رحيل سولشاير عن المان يونايتد والتعاقد مع مدير فني ألماني آخر المدربين الألماني يكتسحوا الفريميال ليج رالف رانكينج ده طبعا مدرب يمكن جديد لفريق منشستر يونايتد النادي أعلن عن تعيين رالف طبعا كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم يمكن اتفعوا الطرفين يعني هو مدينه مهلة في خلال الموسم ده لو أدى أداء جيد جدا وقدر يعني يعمل شكل أفضل وأداء أفضل ونتائج أفضل مع المان يونايتد قد يكون هو يستمر لمدة سنته لو ما عملش ده هو هو اللي اشترط أنه يكون متواجد في المان يونايتد كان مستشار فني عايز أقول لكم رانكين طبعا المدرب الألماني هو مدربش يمكن بره البوندزليجا يمكن كان مدرب لحوفنهايم لشتوتجارد للشالكة ويمكن لليفسيك لمدة أكتر من ثلاث مواسم ويراح القطيبه للروسي وطبعا هو يبلغ من العمر 64 سنة عنده خبرات كبيرة جدا في الدوري الألماني ولكن طبعا وجوده في المان يونايتد أكيد هو وصفها بخطوة كبيرة جدا في حياته المهنية وقال أنه حيركز على الفريق بشكل كبير جدا هو بيقول أنه أنا عندي لعبين عنده توازم كبير جدا من حيث العناصر الخبرة والشباب هيحاول يعمل نموذج جيد لهذا التناغم ما بين الشباب والخبرة هو كمان بيقول أن طبعا منشستر يونايتد فريق كبير جدا شعبية كبيرة جدا وعنده لعيبة وعنده لعيبة هيستغلهم ويستغل إمكانياتهم بشكل أفضل خلال الفترة اللي جاي زي ما بيقول لحضراتكم هو مدرب حاليا مؤقت لنهاية الموسم ولكن اشترط في نهاية الموسم يكون مستشار فني أو مستشار رياضي في المان يونايتد لمدة سنتين زي ما بيقول لحضراتكم يمكن المان يونايتد مع كاريك مع المدير الفني المؤقت كمان دلوقتي بيعمل نتائج لا بقى سبيه رغم من الأداء لسه مش أداء المان يونايتد ولكن بيشتغل بشكل كويس وده اللي هنعرفه يمكن من خلال متابعتنا لحالة المحترم كمان أوجه الشكر يونايتد لنادي الكوميوتيف في الروسي على طبعا تعاونه لأن كان طبعا رالف هو المدير الفني لهذا النادي وكان التعاون واضح جدا جدا ما بين هذا النادي وما بين المان يونايتد حالاتنا النهاردة طبعا فيها أخبار كبيرة جدا عن الكرة العالمية وزي ما بيقول لحضراتكم هنركز على أكيد قرعة كاس العالم للأندية وكمان البلندور ولكن تعالوا مع بعض نشوف الصحف العالمية قالت إيه من خلال المحترف يلا نبدأ فقرتنا في الصحف العالمية النهاردة بصحيفة ماركة الأسبانية ماركة الأسبانية ركزت على فوز ريال مادريد 2-1 على إشبليا بفضل تزديد فينيسيوس طبعا جونيور فينيسيوس بيأدي أداء أكثر من رائع مع ريال مادريد وكتبت أو قالت أن ريال مادريد تصدر الجدول الدوري بشكل كبير بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسه الجريدة كتبت تزديدة من زهب طبعا فينيسيوس بيأدي شكل أكثر من رائع وكانت تزديدة فينيسيوس يمكن رائعة وكانت هي يمكن هدف الفوز على الفريق إشبليا اللي كان بيأدي أداء أكثر من رائع ولكن طبعا هدف فينيسيوس هو اللي أعطى الفوز والسلات نقاط غالية جدا لفريق ريال مادريد كمان الصحيفة تمت بفوز أتليتيكو مادريد على قادش أربعة واحد وإقصاء المنتخب الأسباني من كأس ديفيد للتينيس وجوائز ماركا وجوائز ماركا كمان عندهم هو ماركا طبعا بتعمل جوائز للأفضل في موسم 2021 هناك في أسبانيا ويركزت على هذه الجوائز لسه في أسبانيا مع سبورت الأسبانية اللي كمان أكيد تحدثت عنه برشلونة برشلونة وكتبت منفس ديباي استعاد الهدف والثقة يمكن طبعا فوز كبير جدا جدا وفوز مهم جدا ليه برشلونة 3-1 الصحيفة اهتمت كمان بفوز ريال مادريد على إشبيليا 2-1 وتعزيز الصدارة في الدوري الأسباني وكتبت فينيسيوس يحسم وريال مادريد يفوز بالصدارة اهتمت الصحيفة زي ما بقول لحضراتكم كمان بتطورات صفقة فيران توريس وبرشلونة وكتبت فيران توريس مهاجم متعدد المراكز طبعا بالنسبة لخطة 3-4-3 اللي بيطبقها يمكن المدير الفني الجديد تشافي مع برشلونة نسيب أسبانيا ونروح لإنجلترا وتحديدا صحيفة ميرور سبورت الإنجليزية طبعا ميرور ركزت على تعادل تشيلسي والمين يونيتد واحد واحد في الدوري الإنجليزي وكتبوا الأولاد الكبار يبكون معلقين يعني طبعا بعد أن كسب منشستر يونيتد تعادل مفاجئ أمام تشيلسي طبعا اللي تابع المباراة كان فيه لقطة يمكن كان دايما مخرج المباراة يجيبها وهي كانت جلوس طبعا لوكاكو الدبابة البلجيكية على بداء على دكت بودلاء تشيلسي وفي الجزء الآخر كمان جلوس رونالدو على دكت بودلاء المان يونيتد والجريدة علقت على ده بشكل أن الأولاد الكبار يعني ينتظرون ويرقبون من خارج الخطوط كمان الصحيفة اهتمت بتأجيل مباراة توتنهام وبرنلي بسبب التلوغ وطبعا وأكيد كمان أكدت على فوز منشستر سيتي على وستهام بنتيجة 2-1 ويمكن كان فيه إشادة ببيب جارديولا طبعا للعاملين يعني اللي تابع برضه المباراة المباراة بدأت بشكل الأجواء كان فيه طبعا غزارة في التلوغ لكن ما بين الشوتين كان خلاص الملعب كله بقى تماما مغطى بالتلوغ في خلال ربع ساعة بالزبط قدر العاملين فيه طبعا استاد الاتحاد فيه طبعا فيه منشستر انه بيزيل الملعب كله من هذه السلوغ وكانت إشهادة كبيرة جدا جدا من كل قائمين ومن الجماهير وكمان ببيب جارديولا لهؤلاء العمال اللي قدروا فيه يمكن دقايق معدودة انه يخلوا الملعب تاني يصلح للمباراة وكتبت يمكن عن الصحيفة كتبت على لسان بيب جارديولا عمال الملعب هم الأبطال الحقيقية طيب نروح لانجلترا نسيب انجلترا ونروح لفرنسا وتحديدا جريدة لكيب الفرنسي لكيب الفرنسي ركزت على فوس طبعا باريس سان جرمان على السان تيتينة الثلاثة واحد في الدوري الفرنسي وكتبت من الزهب والرصاص ده كان عنوان لكيب الفرنسية كمان اهتمت بفوز أولومبيك مارسيلي على تروا واحد صف وسعوده إلى المركز التالت في الدوري الفرنسي وكتبت أولومبيك مارسيلي يتمركز لسه في طبعا لسه في طبعا فقرة الصحف تحديدا مع صحيفة كمان توتو سبورت نروح لإيطاليا سريعا إيطاليا ركزت أكيد على فوز نابولي أربعة صف على لاتسيو وانفراده بصدار الدوري الإيطالي أمام منافسية طبعا الميلا والإنتر وأتلنتا وكتبت عنوان هذا نابولي لكننا لا نستسلم كمان اهتمت هذه الجريدة بهزيمة تورينتو أمام روما واحد سف وكتبت سقطة أمام روما طيب تورينتو ودرامة بيلوتي ده على مستوى الصحف الإيطالية زي ما بقول لحضراتكو لست عندنا كمان يعني فيه خلال المحترف في النهاردة عندنا حاجات كتيرة جدا 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 عندنا كمان الناقض الرياضي المتميز إيهاب الجنيدي هيكون معنا بعد الفاصل عشان نتكلم مع حضراتكو عن أرعة كاس العالم للأندية ونتكلم كمان على البلندور اللي يمكن الساعة تسعة ونص بتوقيت القاهرة الحفل هيبدأ ونشوف في نهاية هذا الحفل من الفائز بالبلندور عن عشرين واحد وعشرين كل ده بعد الفاصل هنا في المحترف ألم بحضراتكو وبرحب بحضراتكو مرة تانية وبنرحب بدفن النهاردة الناقض الرياضي المتميز إيهاب الجنيدي هنتكلم معاه في كل ملفات لحضراتكم عليه هنتكلم على ملف كاس العالم للأندية نتكلم على البلندور وكمان هنتكلم على بعض أندية الأوروبية أو بطولات الأندية الأوروبية الدوري الإنجليزي وكمان الدوري الأسباني إيهاب مساء الخير برحب بيك في المحترف من ورنة مساء الخير على الكابتن هاني وسعيد بوجور محرارك وتحايد في الكل جماهيري النادي الأهلي خلينا للأول حاجة نتكلم عليها إيهاب طبعا اتحاد الفيفا يمكن أعلن أو اتحاد الدولي الفيفا أعلن طبعا انطلاق بطول الكأس العالم للأندية في الفترة من 3 فبراير لـ 12 فبراير كل اللي نتكلم عليه فريقنا فريق النادي الأهلي اللي بشارك في هذه البطولة وارتباطه كمان على مستوى المنتخب المصري اللي كمان عندنا بطولة مهمة جدا بطولة الأفريقية كل الناس بنتكلم على أدية قبل ما نتكلم على حالة فنية ونتكلم على القرع وهلعب مين لكن انت ايه رأيك الأمور هتروح لفين السؤال اللي دايما بيتسئل الحل فين طبعا في حالة طبعا ان شاء الله وصول النادي الأهلي اللي نهائي البطولة هيكون يوم 6 ولكن كمان نهائي بطولة أفريقيا يوم 6 فبراير فازاي الأمور دي تتحسم وازاي يبقى فيه اتصال مباشر عشان يعني ايه اللي بيحصل فيه في التواريخ بشكل خاص أولا طبعا كابتن هاني زي ما حراك قلت لو منتخ مصر ربنا كرم وحالف التوفيق نهاية البطولة الأفريقية هيكون يوم 6 حتى مباراة القابل النهائي هتكون يوم 3 يعني حتى هنفترض يعني ان احنا وصلنا القابل النهائي حتى بس يوم 3 اللي هو موعد انطلاق كأس العالم الأندية ومنديال الأندية اللي نادي الأهلي هيبدأ مشواره فيه يوم يوم 5 تمام فالنادي الأهلي هيبدأ مشواره في البطولة يوم 5 برضو هيبه في مشكلة مشكلة كبيرة حتى لو انت المنتخب طلع يعني لقد الله يوم 3 قبل النهائي وما وصلتش نهائي هيبه فيه إرهاق اللعيبة بتاعتك جاية من بطولة أفريقيا والبطولة الأفريقية حتى الآن ما لم تنقل يعني في الكاميرون يعني مسألة الكاميرون دي برضو حتى الآن محل شك في ظل الموجة الجديدة كنت لسه أسألك يعني فيه بعض الأخبار بتقول احتمال يمكن البطولة تتأجل أو البطولة تتلغي لأن الكاميرون مش مستعدة بشكل كامل هل ممكن تتلغي هل ممكن البطولة تتنقل لدولة تانية هو الوقت دلوقتي يا كابتنان لازم نقبع منطقيين ونقول كلام منطقي أنه صعب جدا حاليا في الوقت ده أن البطولة تتنقل خلاص الكاف صعب جدا البطولة باقي عليها وقت قليل جدا ولو فيه قرار بالنقل لازم يعلن عنه من دلوقتي سريعا جدا كمان بس كان آخر اجتماع تنفيذ للقاف في القاهرة هنا خلاص قاله البطولة هناك المشكلة دلوقتي كمان غير التجهيزات كابتن المشكلة حاليا بقت في الفيروس المتحور الجديد من كورونا واللي موجود بالقرب من الكاميرون فيهد الدول الأفريقية وده اللي بيهدد الموضوع دلوقتي موضوعنا الأساسي حاليا نتكلم فيه هو المواعيد أنا أعتقد أن الفيفا كان لازم يراعي البطولة الأفريقية معروف عنه أنه في بطولة أفريقيا كأس الأمم الأفريقية بطولة كبيرة يعني أنا مش عارف ليه فيه تجاهل من الفيفا للبطولة أنا كنت عايز أكلمك في النقطة دي وكمان بنائش السادة المشاهدين يمكن ده كمان من خلال خبراتي أو وجودي لفترة طويلة في ألمانيا بتحس أن الفيفا أو الاتحاد الأوروبي بشكل خاص مش عامل يعني مش عامل أولوية أو مش شايف أن البطولة الأفريقية بطولة مهمة وكان في أحيان كتيرة جدا جدا أن بعض المدربين ومازال أعتقد بعض المدربين بيقولوا لأولادنا المحترفين أن البطولة ويمكن فيه يعني لازم تكون موجود في النادي يعني هم مش شايفين قدر البطولة الأفريقية بشكل كبير وده بصراحة علامة استفهام لأن أنا شايف البطولة الأفريقية بطولة قوية جدا جدا على المستوى الأفريقي وكمان بطولة مهمة جدا على المستوى العالمي البطولة الأفريقية يعني اللي بيخدها لعيبة كتيرة جدا وعداد كبيرة جدا من اللاعبين الأفرقى اللي بيلعبوا في الدوريات الكبيرة فأنا باتفك معك لغاية دلوقتي ما اتخذتش البطولة الأفريقية محل قيمتها حتى للفنية من قبل الفيفا ومن قبل حتى الاتحاد الأوروبي البطولة الأفريقية دي يتواجد بها أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية كل الأسماء الكبيرة اللي بتلمع في الملاعب الأوروبية في كل الدول الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى غالبا نسبة كبيرة منهم جدا موجودة في البطولة دي ساديو مانيم محمد صلاح رياض محرز أسماء النجوم نيجيريا نجوم السنغال كلهم نجوم غانا طبعا البطولة مهمة جدا ولكن زي ما قلت حاجة فيه عدم اهتمام بالبطولة إزاي أنا كفيفة أحط معاد بطولة كأس العلم الأندية في المعدة إنه تتعارض مع كأس الأمم الأفريقية وللأسف ده هيجي هيصطادم معك مع الاتحادات الوطنية سواء اتحاد الكورة في مصر أو كذا أبسط رده هيقوله وده للأسف يعني أنا تواصلت مع بعضهم النهاردة وقال لي كده يعني كان رد أحد المسؤولين بديون ذكر اسمه قال لي أن البطولة دي مش بطولة رسمية كأس العلم الأندية يعني قال لي هايكون فيه تصادم طبعا رده طبعا يقول لي الأهم منتخب مصر البطولة رسمية البطولة دي بطولة غير رسمية برغم أهميتها الكبيرة جدا مش عافية زي بطولة غير رسمية يعني هي بطولة عندهم أو حد مسؤول عندك في التحاد يرد يقول لك كده ده كلام مش منطقي أنت الفيفا الفيفا بتهتم الفيفا بتهتم جدا بكأس العلم الأندية سنويا وبتحرص على تنظيمها وبتنقلها من دولة لدولة من المغرب وقطر واليابان والإمارات وعندها لها هي دعاية بطولة دعائية كبيرة للفيفا لا دي بطولة يعني خلينا نتكلم بكل أمانة يعني حتى المسؤول من أبو عبد الرسمية وقال لك بطولة غير رسمية لكن دي بطولة بتنظمها الفيفا بطولة عالمية بالزبط يعني كمان كل احنا بنشوف البطولات بطولات كأس العلم الأندية قد إيه بطولة على مستوى عالي جدا من النواحي الفنية من النواحي التسوقية حتى على جانب الفيفا بتعتبر من البطولات المهمة جدا اللي بينظمها الفيفا بس في النهاية كابتن للأسف للأسف هنقول لما تيجي تقول دلوقتي اللعيب اللعيب هتاخده معك ولا هتسيبه المنتخب بلده اللي بيلعب اللي هيفرض عليك اللي هيفرض عليك البطولة الرسمية مع منتخب بلدك اللي موجودة في الفيفا ديت اللي هي كأس الأمم الأفريقية اللي عندك واللي هتبقى مجبر يتواجه فيها المشكلة عارف أنا في اعتقاد الشخص أنه لازم يكون تدخل قوي جدا من اتحاد الأفريق الاتحاد الأفريق لازم وطبعا يدافع عن البطولة اللي بنظمة بطولة أفريقا بطولة مهمة جدا جدا ولازم يبين ده للفيفا ولازم يكون فيه ضغط كبير جدا للفيفا ولازم يكون كمان المواعيد تكون فيه أوقات كمان ما تخليش اللعيب كمان يفكر أنه ما يجيش يعني ممكن اللعيب أو الضغط على اللعيب في الأندية الأوروبية وخاصة عن الطوب ليفل ممكن يقول له لا أنت ممكن تخسر مكانك أو أو فلازم الاتحاد الأفريقي دوره أنه هو يضغط بشكل كبير جدا على الفيفا أنه ياخد البطولة الأفريقية محل الجد أنه دي بطولة مهمة جدا جدا وبطولة قوية ويبدأ ينصك بشكل كبير مع الفيفا بالنسبة لمسابقات الفيفا بالنسبة للبطولة الأفريقية لعدم التقبط والتعارض مع زي ما احنا يعني في حالتنا دلوقتي التعارض مع إحدى البطولات أو البطولات الكبيرة اللي بنظمها الفيفا وهي كأس العالم الأنبياء هزال لك كابتن هاني الندي الأهلي بدأ النهاردة فعلا رسميا التحرك خطاب مواجه الاتحاد للمصر لكرة القضاء وخطاب للفيفا خطاب للكاف كمان وكلف الكابتن محمود الخطيف بمهندس خالد مرتجي عشان علاقاته أميني الصندوق النادي وعلاقاته الدولية الكبيرة في الفيفا من زمان من فترة طبعا ما كان ماسك لجنة الأندية في الفيفا يبدأ يتحرك ويبدأ يطرح ملف الأهلي ويطرح رؤية النادي الأهلي في القصة دي هي رؤية النادي الأهلي واضحة الوصول لحل للقصة دي رؤية النادي الأهلي واضحة من خلال رؤية النادي الأهلي بيقول أنه لازم يجد حل بما لا يتعارض أكيد مع مصلحة المنتخب ومصلحة النادي الآلي كمان. دايما النادي الآلي. وإحنا عارفين. أنا مرر تاريخ النادي الآلي. هو موظف ملعبته مصلحة العامة ومصلحة منتقب مصر. أكيد مهمة. لكن يجد الحلول طبعا للمصلحة العامة. اللي هي مصلحة مصر ومنتقب مصر. وكمان مصلحة النادي الآلي بشكل خاص. بالضبط. طيب. طبيعة القرعة. كنت تتمنى حاجة في القرعة. القرعة جات على هواك. ولا أنت شايف القرعة إيه؟ أنا شايف دي القرعة الأفضل للنادي الآلي. الأفضل. يعني أنا رأيي أن إحنا بعيدنا عن مشوار عن سكة شيلسي. البطولة بأمر الله. لو مشينا النادي الأهلي لحلف التوفيق. فرقة بالمراس. يعني هنبدأ بمنتر المكسيكي دي لعقب الأولى. فرقة مسهلة طبعا. فرقة قوية جدا. بغض النظر أن ترتبها الحالي في الجدول الدور المكسيكي. اللي بتتواجد بين الثامن أو التاسع. تقريبا. مش دي القصة دلوقتي. لا هي فرقة. فرقة كرة وفرقة قوية جدا. ودايما في اتحاد الكونكا كاف. أمريكا شملا والوسطى. بيبهو البطل غالبا في سنين كتير جدا. فرقة منتر. فأنت لو عديت منتر. هتبقى بنسبة كبيرة جدا. أطاعة تشهد كبير. إن شاء الله أن انت ممكن السنة دي تكون متواجد في المباراة النهاية. ليه؟ لأن عندنا بالمراس قابلنا المسلم اللي فات. في البطولة قادرين النادي الأهلي قادر أنه يقدر يتغلب على المراس بإذن الله. بس هتكون العقبة الأولى زي ما بقول الحراكة بتنهاني. إنه لازم عندك استيب با استيب با هيكون الأول عندنا مونتيري المكسيكي. لازم نقدر نتفوق عليه ونعدي المباراة دي. خلق أنا أتفق معك لأن مونتيري كمان لو نفتكر يمكن ليه نطار قديم عنده. يمكن فاز على النادي الآلي في نسخة 2013 في المغرب. فاز عليه في كاس العالم الأندية. وخلي بالك زي ما أنت بتقول مش عايزين الناس تبص إنه هو قادر التاسع في الدور المكسيكي. لا هو على مستوى بطولة الكونكا كاف. كمان هو أحد الأبطال الدائمين لهذه البطولة. هي بطولة كبيرة جدا. كمان على الجزء الآخر عندهم لعيبة مميزة على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم. عندهم لعيبة دولية في منتخب المكسيك. عندهم مدافع قوي جدا. عندهم مهاجم أرجنتيني. وكمان المدير الفني أجيري. أجيري طبعا المدير الفني السابق لمنتخب مصر. وهو المدير الفني لهذا الفريق. وبالتالي حتى لو نتكلم على معرفته بالكرة المصرية. معرفته بالنادي الأهلي بشخصية اللعب المصري. عارف كتير عنه. كل دوة تحديات قدام النادي الأهلي. ولكن زي ما بنقول يمكن إن شاء الله بإذن الله نفوذ بالمماراتين. علشان نوصل طموحنا إن شاء الله للوصول للمباراة النهائية. إن شاء الله. وأنا في كل أحوالك كابتن هاني زي ما أقول لك. أنا شايف إن الطريق ده أفضل من طريق شيلسي. حتى فرقة الهلال السعودي. فرقة الهلال السعودي أصبحت حاليا. يعني إنت لو كنت السكة التانية هتقابل الهلال السعودي. على طول يعني تقابل أول حاجة المطش. اللي كاسبان من الجزيرة وأوكلاند سيدي. هيقابل الهلال. إنت لو مكانهم دول وأنت هتقابل الهلال. فرقة الهلال السعودي حاليا من أفضل الفرق. على مصر أسيا. هو أفضل فريق في أسيا طبعا باطل دور أبدا أسيا. ولكن الفرقة في السنين الفاتح دي تطور مستوها بشكل كبير. كنت هتعدي كنت هتصطدم بعد كده تاني برضو بتشيلسي. فأنا شاف إن الطريق الأورى عادية مست سهلة. ولكنها أفضل للنادي الأهلي من الطريق التاني. ما فيش شك وإنت تتطفق معي أن طموحاتنا دلوقتي أو طموحات جمهيري النادي الأهلي. إنك في كل بطولة بتحاول تأخذ استيب قدامه. وإنت على سبيل الطموحات أكيد فريق تشيلسي فريقك ونتمنى أن نقابله في المباراة النهائية. وده يمكن القرعة قدامنا قدام السادة المشاهدين. أوكلان سيتي طبعا أمام الجزيرة الإماراتي. النادي الأهلي أمام مونتيري المكسيكي. والهلال السعودي أمام الفائز من المباراة الأولى. بالمراس حيقابل إن شاء الله الفائز من مباراة النادي الأهلي ومونتيري. وتشيلسي طبعا حيقابل الفائز من مباراة الهلال السعودي. والفائز من المباراة الأولى اللي هي الجزيرة وأوكلاند سيتي. زي ما أنت بتقول ياهاب إن شاء الله الطريق مش صعب للوصول المباراة النهائية بشرط التركيز. نتكلم على فريق بحجم طبعا مونتيري. وإنت عارف الكرة المكسيكية. الكرة المكسيكية كمان يمكن أنا لعبت هناك في كسر عالم للقرارات أمام منتخب المكسيك. قريبين مننا شوية. تعتمد على السرعة شوية على المهارة بشكل كبير. زي ما بقول عندهم عناصر وكمان عندهم مدير فني. عنده فكرة كبيرة عن الكرة المصرية. حرارك وجهتهم يا كابتن عارف الكرة المكسيكية في العالم. إحدى الكور اللي بيقولوا عليها المدارس الكروية. اللي بيقولوا عليها المدارس المزيج. فرقة صعبة جدا. الكرة المكسيكية كورية صعبة جدا. لأنها تتميز على السرعة. بيمتلكوا المهارات بيمتلكوا القوة. يعني دي كمان حتى الكرة اللي هي الكرة القوية اللي بنقابلها في كرة أفريقية وفي بعض دول القرى الأوروبية اللي هي القوة القوية جدا فهم مزيج من كل المدارس دي فهي بتعتبرهم رأسها مميزة جدا عندهم مهارات عندهم قوة عندهم سرعات فبيبوا متعبين جدا احنا بنشوف منتخب المكسيك دايما في كاس العالم أحد المنتخبات المميزة واللي بتقطع مشاوير كبيرة في البطولات غالبا في كاس العالم ممكن نلاقيه في دور بيتأهل لدور الستاشر وساعات كتير لدور التمانية ليه؟ لأنهم عندهم المزيج ده اللي بيقدروا بيكسبوا أي منافس فلازم النادي الأهلي يقبع على قدر المباردي هنيقبع على قدر المباردي في ظل الموايد دي استحالة أنا ازاي هقابل المنتري مثلا لو بمسكنا الفرقة هبدأ من تحت محمد الشناوي منتخب مصر أيمن أشرف منتخب مصر أشرف باك اليمين عندنا أكرم منتخب مصر نص الملعب بالكامل منتخب مصر على مستوى الأجانب أنا لسه أجل فيهم السلية وحمد فتحي وقفشة قدام محمد شريف القوامل مش القوامل الفرقة كلها طيب مين اللي باقي في الفرقة دول مجموعة الأجانب اللي بيكملوا التشكيلة علي معلول وبدر بنون وآليو ديانج وبيرسي تاو كلهم عناصر أساسية في منتخبات بلاد بيرسي طبعا عدم تاهل جنوب أفريقيا ولكن برضو كلها عناصر دولية فأنا هقابلهم زي إلا إذا كنت ألعب بفريق الشباب ومش ممكن أو بالفريق الريديف زي ما بقوله مش ممكن فريق يقدر ينافس في كاس العالم مع أبطال قرات العالم دول اسمهم أبطال قرات العالم صحيح مش أقدر أواجههم باللعبين البودلاء والشباب يعني لازم قوتي عشان أنا بنافس في طولة دولية وفي طولة دولية بمثل فيها مصر أولا بمثل فيها القارة الأفريقية كلها ولذلك زي ما أنت وقلت يا كابتن لازم الاتحاد الأفريقي يا بلي وقفة لازم الكاف يتكلم في القصة دي والفريق ده بيمثلك بيمثلك قدام أبطال العالم بيقول أن الكرة الأفريقية وصلت قد إيه الكرة الأفريقية مكانها فين على خريطة العالمية القروية فلازم الكاف يتخذ موقف ولازم يحل المشكلة دي أكيد وطبعا ودالي بيقول النادي الآل أنه هو طبعا قدم طبعا مذكرة للتحاد الأفريقي اللي كمان الفيفا لتعارض هذه البطولة الكبيرة مع المنتقب المصري ولكن فيه خدمة ومصلحة يعني مصلحة المنتقب المصري وأكيد مصلحة النادي الآلي كل التوفيق أكيد لفرقتنا النادي الآلي وعرس جديد الوجود في كاس العالم الأندية شرف لأي نادي وده بيكون محفل كبير جدا جدا عندنا من الخبرات وعندنا من الإمكانيات إن شاء الله في وجود فرقتنا بقوامها الأساسي إن احنا بإذن الله نكون طرف من طبعا النهائي في كاس العالم الأندية هنتكلم على البلندور مين المرشح مين اللي حيكسب بعد القصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مين اللي حيكسب ايه؟ مين بتعملين؟ مين بتعملين؟ اتنا عمد؟ قل لي بقى أنت جاءت سنفوز دي لماذا؟ أنا جاءت لي بتناز جهرة النادي الآلي هيجيب لك البتناز بتعاوة النادي الأهلي من البنك صعيف للأهلاوية والأهلي بنك صعيف دايما معك دايما أهلي دائما كنت بلعب كله ماتش كأنه أول ماتش الكرة دي بالنسبها لي مش لعبة دي أول حض بعد لم يستوع أنا فاكر ليلة أول يوم اختبرات في الأهلي من يمتش واللي أول يوم على الفريق الأول أول يوم احتراف في بلق جديدة وأول بطولة رفعة كايس واللي أول مرة ألب الشرط الكابتن حلاوة أول مرة عمرها ما تتمسي زي أول مرة أكل رو بطاطس ما يرمشها بجد وطعمها ما يتنسيش رو كل مرة زي أول مرة رو أول بطاطس كاتل كوكت في مصر الطبيعي تاكله من الوصول إلى جماهير الأهلي جمهور الأهلي وراك للإعلام اتصل على 15 3 أربعات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حالا بحضراتكم مرة تانية إيهاب تقريبا بعد ساعة ونص من دلوقتي حيكون حفل طبعا الإعلان عن الفائز بجائزة البالندور عن موسم 2021 انت شايف مين اللي حيكون الفائز بالبطولة دا بالجائزة دا وحنتكلم بالتفصيل لكن انت شايف ممكن يكون من الأقرب للفوز بالجائزة دا هي الجائزة كافتن بين اتنين بالنسبة كبيرة جدا عشان برضو أمال جماهير الكرة المصرية الكتير لسه مستني الساعة تسعة ونص مش احباطه لحاجبا سواء صلاح وكذا ولكن بالنسبة كبيرة جدا الجائزة خلاص بين اتنين بين الارجنتيني ليونيل ميسي وبين البولندي روبرت ليفاندوفيسكي واحد منهم ومين بعيد بيناوش جورجينيو عشان البطولتين الكبار اللي خدهم السنة دي ولكن بالنسبة كبيرة رقم واحده بأكبر الترشيحات كلها في العالم حاليا هو ميسي لو حد ممكن نفسه هيكون ليفاندوفيسكي يمكن من خلال هنا المحترف يمكن قولنا من خلال بعض التسريبات أن ميسي هو على رأس القائمة أو المرشح الأبرز للحصول على هذه الجائزة للمرة السابعة في تاريخه وزي ما بقول لحضراتكم الجائزة دي النسخة دي من الجائزة كان عليها جدل كبير جدا جدا عليها يمكن من خلال الشهور اللي فاتوا يعني الخبراء بيحطوا أسماء وبيطلعوا أسماء لكن على مستوى التقيمات على مستوى الترشيحات كان كمان ليفاندوفيسكي المهاجمة البولندي كان على قمة هذه الترشيحات كمان بعد تقلق نجميلة الكبير محمد صلاح من بداية هذا الموسم كان دخوله بشكل كبير جدا ولكن بعد الناس بيقولوا هذا التقيم وهذه الجائزة عن الموسم الماضي تقلق محمد صلاح يمكن السنة دي بس عن هذا الموسم تقلق غير عادي لكن عن الموسم الماضي يمكن ما كانش حتى على مستوى المنتخب على مستوى اللي باركون ما كانش على مستوى كويس لكن مازال محمد صلاح أيضا من المرشحين للحصول على هذه الجائزة زي ما بقول لحضراتكم هذه النسخة من جائزة البلندور كان عليها جدل كبير جدا جدا تعالوا نشوف تقرير ومن الفائز بالبلندور لعام 2021 تتجه أنظار العالم وعشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم صوب العاصمة الفرنسية باريس من أجل متابعة حفل الكرة الذهبية للعام 2021 الذي سيتم خلاله الكشف عن اللاعب المتوجي بالجائزة هذا العام وكشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منذ فترة عن قائمة من ثلاثين لاعبا مرشحين للفوز بالجائزة من أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرما والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ والإيطالي جورجينو لاعب وسط شيلسي والفرنسي كريم بنزيمة هدف ريال مدريد ونجم منتخبين الوطني محمد صلاح أيقونة فريق ليفر بول والبرتغالي كريستيانو رونالدو جوهرة منشستر يونايتد كما يبرز ضمن المرشحين أيضا البلجيكي كيفين دي بروين والنيرويجي إيرلينغ هالاند والبرازيلي نيمار والفرنسيان نوجولو كانتي وكليان مبابي وأنهى مسؤول فرانس فوتبول ترتيبات تنظيم حفل الكرة الذهبية النهائية وتم الكشف عن صورة الكرة الذهبية التي سيتسلمها الفائز اليوم في إطار تشويقي لأحد أبرز الأحداث الكروية التي تنتظرها الجماهير من موسم لآخر ويتربع ليونيل ميسي على عرش قائمة اللاعبين المرشحين من حيث الفوز بالكرة الذهبية بست مرات كأكثر لاعب في التاريخ بينما حصدها غريمه التقليدي رونالدو خمس مرات آخرها في عام 2017 ويبدو اللقب في العام الجاري يدور بنسبة كبيرة بين البرغوث الأرجنتيني ميسي بعدما قد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي والقناص البولندي لفندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بعدما حقق الثلاثية في الموسم الماضي مع البايرن كما حقق على الصعيد الشخصي الكثير من الأرقام اللافتة على صعيد تسجيل الأهداف وتدولت مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا جديدا في الساعات الماضية يكشف عن أن الجائزة من نصيب ميسي متفوقا على ليفندوفسكي ليفوز بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه ويعزز رقمه القياسي كأعلى النجوم تتويجا بهذه الجائزة طبعا تارير أكثر من رائع وكمان بيحطلنا بعض الأسماء والأسماء الكبيرة جدا جدا على مستوى كورة القدم العالمية ومنهم طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح إيهاب الناس كلها مهتمة أنت شايف قيمة الجائزة دي في إيه يعني البلاندور دايما من الجوائز اللي كل لعبت الكورة في العالم يتمنوا الحصول عليها أنت شايف قيمة الجائزة دي جات منين بالظبط الجائزة دي يا كابتن بتقولي أنت أفضل لعب كورة قدم في العالم من أقدم مجلة تقريبا قروية في العالم عملتها وكانت في وقت ملوات مدمجة زم حراك عارف مع جائزة الفيفا كانوا الاثنين جائزة واحدة ده كله ده قيمتها الكبيرة اللعيب بيحلم دايما لعب كورة القدم وحرك عارف الكلام ده أنه يعانق أهم الجوائز في العالم أو أكبر الجوائز في العالم عندنا أهم جائزة بالنسبة للعب هي الكورة الزهبية الكورة الزهبية دي بيقولي أنت اللعب رقم واحد في العالم ولكن هي لها شوية حسابات برضو الناس لازم تفهمها يعني القصة هي أولا مختلف لازم نفهم هي بينها وبين الفيفا الناس بيختلط عليهم الأمر لا دية مجلة فرانس فوتبول اللي بتمنحها التانية بيمنحها الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا الاختيارات هنا بيبقى من مدرب المنتخبات الوطنية وقادة مدرب المنتخبات الوطنية وأحد الصحفين تلاتة بيختاروا ماشي؟ بالنسبة خمسة أربعة تلاتة اتنين واحد طبعا لكل لعب بيختاروا تلات لعيبة أو اللعيب بياخد خمسة أو كده الدراجات دي ولكن الاختيارات بتختارهم مجلة فرانس فوتبول هي بتختار القايمة لمن ثلاثين لعب جيزة الفيفا حاجة تانية خالص الفيفا بتختار حداشر لعب في مختلف مراكز الملعب من الحارس مرمى لغاية المهاجمين بتختار حداشر لعب سنويا هما دول التشكيلة الأفضل للعام وبيتم اختيار من بينهم أفضل لعب في العالم بياخد جيزة الفيفا أوورد أو جيزة الفيفا الأفضل لعب في العالم وكمان من خلال البلندور كمان من خلال يعني بعض التقارير اللي طلعت قالت ان البلندور كمان حيدي جايزتين اضافتين اضافة ليه طبعا البلندور احسن لعب في العالم كمان هيحطوا club of the year احسن نادي في العام وكمان هيحطوا top scorer او افضل طبعا هدف في العام ودي الجايزتين ما كانوش موجودين في البلندور بعد التقارير اللي طلع من فرنسا بتقول انها حضيف كمان جايزتين على الجائزة الكبرى جايزة يعني team of the year فريق العام وكمان على مستوى الهدفين هدف العام بجانب يا كابتن هم عندهم الريدي كده كده من سنتين تقريبا ضافوا برضو كذا جايزة جايزة افضل لعب شاب في العالم اللي هي جايزة كوبا دي الكوبا اللي عملوها برضو فرانس فوتبول وعندهم جايزة افضل حارس الساعة دي برضو هيعلن بعد ساعة النظر بتقول فيه تلات حراس نوير وتيبو كورتو ودونا روما الحارس الكبير بتاع باريسان جمال ومنتخب ايطاليا تقلق هيكون منهم افضل حارس في العالم عندهم لعيبة مجموية لعيبة شباب ابهروا العالم السنة دي جود بلينجهام وبقايوساكا ولعيبة الصغارين بتوع منتخب انجلترا بالزاد دول بارزين عشر لعيبة شباب اعلنوهم هيختاروا منهم افضل لعب في العالم بيختاروا داي برضو افضل لعيبة في العالم كل سنة عن سنة البالوندور بتتطور بشكل كبير بتضيف جوائز جديدة زي محرق قلت الجوائز الجديدة اللي هيبدأوا يطبقها من الموسم اللي جاي بقت تقريبا الجايزة الارفع شأنا والاكثر قيمة في عالم كرة القدم في العالم بعض الناس كمان بتتكلم عن مصداقية هذه الجايزة وان في عوامل تانية بتخش غير عوامل فنية وبتخش على مستوى السبونسر على مستوى الاعلانات على مستوى الاسماء المطروحة ممكن تكون بعض الناس بتشوف مش دي المصداقية الكاملة مش ده يعني التقييم الكامل للعيب بشكل احترافي او بشكل مهني بتخش عناصر تانية وجود اللاعب يعني بعض الناس بتربط انه ميسي وجوده في باريس سان جيرمان بدأ الدنيا تتكلم او مجالة الفرانس فوتبول الموجودة في باريس بدأ تقول لا حتى موقع اللاعب فان هنا دي بيأثر انت شايف الجزئية دي ازاي هاي الموجودة بالفعل او مش موجودة طبعا موجودة طبعا بس خلينا نقول ان فيه تلات عوامل بيتم تقييم اللاعب من خلالهم اول حاجة الاداء الجماعي ده رقم واحد اداءك مع المنتخب او الفريق بتاعك وده اللي بيخلينا نستبعد صلاح بالنسبة كبيرة من التتويج السنادي ومعظم التقرير العالمية مش احنا بس استبعدته لان صلاح لم يحقق شيء مع ليفر بول للأسف في عشرين وعشرين خسروا الدوري وخسروا وطلعوا من اوروبا وحتى الدوري لحق يعني قدروا ينهوض من الاربع الاوائل بصعوبة زي مع كلهم تابعين في اخر اسابيع الموسم اللي في السيزن اللي فات فهو ما عملش حاجة في عشرين واحد وعشرين على صعيد المنتخب الوطني ما كانش فيه ارتباطات ما كانش فيه امم افريقيا ما كانش فيه حاجة على المنتخب مصر فصلاح ما عملش حاجة في عشرين واحد وعشرين فاول نقطة بيتم التقييم عليها هي الاداء الجماعي وده اللي بيرجح كافة ميسي عشان السنة دي بطولة كأس امم امريكا الجنوبية اللي خدها كوبا امريكا اللي اول بطولة كبيرة يحرزها البرغوت او اول بطولة بشكل عام يحرزها مع منتخب الارجنتين دايما خد بطولات مع الاندية وكان دايما حظه وحش وصل النهاية كأس عالم خسر وصل نهاية البطولة دي قبل كده خسر السنة دي قدر انه يقود التانجو لأول لقب كبير من سنوات طويلة ويحقق البطولة والنقطة التانية الاداء الفردي الاداء الفردي وده اللي بيرجح مع بنسبة كبيرة جدا حزوص ليفاندوفيسكي لان ليفاندوفيسكي عنده الاداء الجماعي واخد سلسية مع بايرد ميونيخ واخد اداء فردي حطم رقم طبعا مولر رجير دي مولر وحطم أرقام كتيرة جدا على صعيد الأهداف مكينة أهداف لا تهدأ ليفاندوفيسكي الموسم اللي فات حقق 52 هدف في جماعة البطولات 52 هدف في موسم واحد رقم كبير جدا رقم مهوله الاتحاد الأوروبي نفسه تكلم فيه وعايز أقول الحراكة كابتن هاني أن من الظلم أنا شايف من الظلم عدم منح الجائزة ليفاندوفيسكي ودي على فكرة النغمة اللي سايرة حاليا في ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ عامل حملات كبيرة جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وبيتكلم إذا لم تعطوها لليفا هو قالوا كده فمن يأخذ صحية مين اللي حق بيها النقطة التالتة اللي حراكتكلمت فيها ودي نقطة بقية مهمة جدا اللي بيقيم عليها وهي الرعاية والتسويق الرعاية والتسويق شركات الرعاية والتسويق في العالم بتلعب جامد قوي عندنا لسا نتكلم عن النقطة دية فعلا البلندور مش بس على التقييم الفني لكن كمان بتخش فيها الرعاية والتسويق وحاجات كتيرة جدا هل يستحق ميسي لو حصل ميسي على هذه الجازية هل يستحقها هل لبندووسكي هو الأحق لها هل كمان بنتكلم على محمد صلاح هل ممكن يكون من التلاتة الأوائل واعتقد ده مستبعد شوية لكن البلندور دايما جائزة كبيرة جدا بيسعى لها كل لعيب العالم هنكمل لسا الكلام عن البلندور ومين الأقرب ومين المرشحين بالأرقام بعد الفصل أهلا بحضرتكم مرة تانية إيهاب تقريبا بعد ساعة ونص من دلوقتي حيكون حفل طبعا الإعلان عن الفائز بجائزة البلندور عن موسم 2021 انت شايف مين اللي حيكون الفائز بالبطولة دا بالجائزة دا وحنتكلم بالتفصيل لكن انت شايف ممكن يكون من الأقرب للفوز بالجائزة دا هي الجائزة كبير بين اتنين بالنسبة كبيرة جدا عشان برضو أمال جماهير الكرة المصائية اللي كتير لسا مستني الساعة تسعة ونص مش أحباطه لحاجة سواء صلاح وكذا ولكن بالنسبة كبيرة جدا الجائزة خلاص بين اتنين بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وبين البولندي روبرت ليفاندوفيسكي واحد منهم ومن بعيد بيناوش جورجينيو عشان البطولتين الكبار اللي خدهم بالسنة دا ولكن بالنسبة كبيرة رقم واحد بأكبر الترشيحات كلها في العالم حاليا هو ميسي لو حد ممكن ينفسه هيكون ليفاندوفيسكي يمكن من خلال هنا المحترف يمكن قولنا من خلال بعض التسريبات أن ميسي هو على رأس القائمة أو المرشح الأبرز للحصول على هذه الجائزة للمرة السابعة في تاريخه وزي ما بقول لحضراتكم الجائزة دي النسخة دي من الجائزة كان عليها جدل كبير جدا جدا عليها يمكن من خلال الشهور اللي فاتوا يعني الخبراء بيحطوا أسماء وبيطلعوا أسماء لكن على مستوى التقويمات على مستوى الترشيحات كان كمان لبندوبيسكي المهاجمة البولندي كان على قمة هذه الأرترشيحات كمان بعد تقلق نجميلة الكبير محمد صلاح من بداية هذا الموسم كان دخوله بشكل كبير جدا ولكن بعض الناس بيقولوا هذا التقويم وهذه الجائزة عن الموسم الماضي تقلق محمد صلاح يمكن السنة دي بس عن هذا الموسم تقلق غير عادي لكن عن الموسم الماضي يمكن ما كانش حتى على مستوى المنتخب على مستوى اللي باركون ما كانش على مستوى كويس لكن مازال محمد صلاح أيضا من المرشحين للحصول على هذه الجائزة زي ما بقول حضراتكم هذه النسخة من جائزة البلندور كان عليها جدل كبير جدا جدا تعالوا نشوف تقرير ومن الفائز بالبلندور لعام 2021 تتجه أنظار العالم وعشاق الساحر المستديرة مساء اليوم صوب العاصمة الفرنسية باريس من أجل متابعة حفل الكرة الذهبية للعام 2021 الذي سيتم خلاله الكشف عن اللاعب المتوجي بالجائزة هذا العام وكشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منذ فترة عن قائمة من 30 لاعبا مرشحين للفوز بالجائزة من أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرما والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ والإيطالي جورجينو لاعب وسط شيلسي والفرنسي كريم بنزيمة هدف ريال مدريد ونجم منتخبنا الوطني محمد صلاح أيقونة فريق ليفر بول والبرتغالي كريستيانو رونالدو جوهرة منشستر يونايتد كما يبرز ضمن المرشحين أيضا البلجيكي كيفين دي براين والنيرويجي إيرلينغ هالاند والبرازيلي نيمار والفرنسيان نوجولو كانتي وكليان مبابي وأنها مسؤولو فرانس فوتبول ترتيبات تنظيم حفل الكرة الذهبية النهائية وتم الكشف عن صورة الكرة الذهبية التي سيتسلمها الفائز اليوم في إطار تشويقي لأحد أبرز الأحداث الكروية التي تنتظرها الجماهير من موسم لآخر ويتربع ليونيل ميسي على عرش قائمة اللاعبين المرشحين من حيث الفوز بالكرة الذهبية بست مرات كأكثر لاعب في التاريخ بينما حصدها غريمه التقليدي رونالدو خمس مرات آخرها في عام 2017 ويبدو اللقب في العام الجاري يدور بنسبة كبيرة بين البرغوث الأرجنتيني ميسي بعدما قد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي والقناص البولندي لفندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بعدما حقق الثلاثية في الموسم الماضي مع البايرن كما حقق على الصعيد الشخصي الكثير من الأرقام اللافتة على صعيد تسجيل الأهداف وتدولت مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا جديدا في الساعات الماضية يكشف عن أن الجائزة من نصيب ميسي متفوقا على ليفندوفسكي ليفوز بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه ويعزز رقمه القياسي كأعلى النجوم تتويجا بهذه الجائزة طبعا تارير أكثر من رائع وكمان بيحطلنا بعض الأسماء والأسماء الكبيرة جدا جدا على مستوى كورة القدم العالمية ومنهم طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح يهب الناس كلها مهتمة انت شايف قيمة الجائزة دي في ايه يعني البلندور دايما من الجوائز اللي كل لعبة الكورة في العالم يتمنوا الحصول عليها انت شايف قيمة الجائزة دي جات منين بالظبط الجائزة دي يا كابتن بتقولي أن انت أفضل لعب كورة قدم في العالم من أقدم مجلة تقريبا قروية في العالم عملتها وكانت في وقت ملوات مدمجة زم حراك عارف مع جائزة الفيفا كانوا الاثنين جائزة واحدة ده كله ده قيمتها الكبيرة اللعيب بيحلم دايما لعب كورة القدم وحراك عارف الكلام ده أنه يعانق أهم الجوائز في العالم أو أكبر جوائز في العالم عندنا أهم جائزة بالنسبة للعب هي الكورة الزهبية الكورة الزهبية دي بتقولي أنت اللعب رقم واحد في العالم ولكن هي لها شوية حسابات برضو الناس لازم تفهمها يعني القصة هي أولا مختلف لازم نفهم هي بينها وبين الفيفا الناس بيختلط عليهم الأمر لا دي مجلة فرانس فطبول اللي بتمنحها التانية بيمنحها الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا الاختيارات هنا بيبقى من مدرب المنتخبات الوطنية وقادة مدرب المنتخبات الوطنية وأحد الصحفين تلاتة بيختاروا ماشي بالنسبة خمسة أربعة تلاتة اتنين واحد طبعا لكل لعب بيختاروا تلات لعيبة أو اللعيب بياخد خمسة وكده الدرجات دي ولكن الاختيارات بتختارهم مجلة فرانس فطبول هي بتختار القايمة اللي من تلاتين لعب جائزة الفيفا حاجة تانية خالص الفيفا بتختار حداشر لعب في مختلف مراكز الملعب من الحارس المرمى لغاية المهاجمين بتختار حداشر لعب سنويا هم دول التشكيلة الأفضل للعام وبيتم اختيار من بينهم أفضل لعب في العالم وبياخد جائزة الفيفا الأفضل لعب في العالم وكمان من خلال البلندور كمان من خلال يعني بعض التقارير اللي تلعت قالت ان البلندور كمان هيدي جايزتين إضافتين إضافة لطبعا البلندور أحسن لعب في العالم كمان هيحطوا أحسن نادي في العام وكمان هيحطوا أو أفضل طبعا هدف في العام ودي الجايزتين ما كانونش موجودين في البلندور بعد التقارير اللي طلع من فرنسا بتقول انها حضيف كمان جايزتين على الجائزة الكبرى جايزة يعني فريق العام وكمان على مستوى الهدفين هدف العام بجانب يا كابتن هم عندهم قريدي كده كده من سنتين تقريبا ضافوا برضو كذا جايزة جايزة أفضل لعب شاب في العالم اللي هي جايزة كوبا دي الكوبا اللي عملوها برضو فرانس فوتبول وعندهم جايزة أفضل حارس السنة دي برضو هيعلن بعد ساعة النظر بتقول فيه تلات حراس نوير وتيبو كورتوة ودونا روما الحارس الكبير بتاع باريسا جمعنا منتخب إيطالي يطالك هيكون منهم أفضل حارس في العالم عندهم لعيبة مجموية لعيبة شباب أبهروا العالم السنة دي جود بلينجهام ويبقى يوساكا ولعيبة الصغارين بتوع منتخب إنجلترا بالزاد دول بارزين عشان لعيبة شباب أعلنوهم هيختاروا منهم أفضل لعب في العالم بيختاروا داي برضو أفضل لعيبة في العالم كل سنة عن سنة البالوندور بتتطور بشكل كبير بتضيف جايزة جديدة زي ما حرارك قلت الجايزة الجديدة اللي هيبدأوا يطبقها من الموسم اللي جايزة بقيت تقريبا الجايزة الأرفع شأنا والأكثر قيمة في عالم كرة القدم في العالم بعض الناس كمان بتتكلم عن مصداقية هايزة الجايزة وإن في عوامل تانية بتخش غير عوامل فنية وبتخش على مستوى السبونسر على مستوى الإعلانات على مستوى الأسماء المطروحة ممكن تكون بعض الناس بتشوف مش دي المصداقية الكاملة مش ده يعني التقييم الكامل اللعيب بشكل احترافي أو بشكل مهني بتخش عناصر تانية وجود اللاعب يعني بعض الناس بتربط أنه ميسي وجوده في باريس سان جرمان بدأ الدنيا تتكلم أو مجالة الفرانس فوتبول الموجودة في باريس بدأ تقول لأ حتى موقع اللاعب فأنا هنا دي بيأثر انت شايف الجزئية دي ازاي هاي الموجودة بالفعل أو مش موجودة طبعا موجودة طبعا بس خلالنا نقول إن فيه تلات عوامل بيتم تقييم اللاعب من خلالهم أول حاجة الأداء الجماعي ده رقم واحد أداءك مع المنتخب أو الفريق بتاعك وده اللي بيخلينا نستبعى صلاح بالنسبة كبيرة من التتويج السنادي ومعظم التقرير العالمية مش إحنا بس استبعدته لأن صلاح لم يحقق شيء مع ليفر بول للأسف في عشرين وعشرين خسروا الدوري وخسروا طلعوا من أوروبا وحتى الدوري لحق يعني قدروا ينهود من الأربع الأوائل بصعوبة زي مع كلهم تابعين في آخر أسابيع الموسم اللي في السيزن اللي فات فهو ما عملش حاجة في عشرين واحد وعشرين على صعيد المنتخب الوطني ما كانش فيه ارتباطات ما كانش فيه أمم أفريقيا ما كانش فيه حاجة على المنتخب مصر فصلاح ما عملش حاجة في عشرين واحد وعشرين فأول نقطة بيتم التقييم عليها هي الأداء الجماعي وده اللي بيرجح كافة ميسي عشان السنادي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية اللي خدها كوبا أمريكا اللي أول بطولة كبيرة يحرزها البرغوت أو أول بطولة بشكل عام يحرزها مع منتخب الأرجنتين دايما خد بطولات مع الأندية وكان دايما حظه وحش وصل النهاية كاس عالم خسر وصل النهاية البطولة دي قبل كده خسر السنادي قدر أنه يقود التانجو لأول لقب كبير من سنوات طويلة ويحقق البطولة من النقطة التانية الأداء الفردي الأداء الفردي وده اللي بيرجح مع بنسبة كبيرة جدا حزوز ليفاندوفيسكي لأن ليفاندوفيسكي عنده الأداء الجماعي واخد سلسية مع بايرد ميونيخ واخد أداء فردي حطم رقم طبعا مولر وحطم أرقام كتيرة جدا على صعيد الأهداف مكينة أهداف لا تهدأ ليفاندوفيسكي الموسم اللي فات حقق 52 هدف في جماعة البطولات 52 هدف في موسم واحد رقم كبير جدا رقم مهوله الاتحاد الأوروبي نفسه تكلم فيه وعايز أقول الحراكة كابتن هاني أن من الظلم أنا شايف من الظلم عدم منح الجائزة لليفاندوفيسكي ودي على فكرة النغم اللي سايرة حاليا في ألمانيا ونادي بايرد ميونيخ عامل حملات كبيرة جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وبيتكلم إذا لم تعطوها لليفا هو قالوا كده فمن يأخذ مين اللي حق بيها النقطة الثالثة اللي حراك تكلمت فيها ودي نقطة بقية مهمة جدا اللي بيقيم عليها وهي الرعاية والتصويق الرعاية والتصويق شركات الرعاية والتصويق في العالم بتلعب جامد قوي عندنا لسا نتكلم عن النقطة دية البلندور مش بس على التقويم الفني لكن كمان بتخش فيها الرعاية والتصويق وحاجات كتيرة جدا هل يستحق ميسي لو حصل ميسي على هذه الجازية هل يستحقها هل لباندوويسكي هو الأحق لها هل كمان بنتكلم على محمد صلاح هل ممكن يكون من التلاتة الأوائل واعتقد ده مستبعد شوية لكن البلندور دايما جائزة كبيرة جدا بيسعى لها كل لعيب العالم هنكمل لسا الكلام عن البلندور ومين الأقرب ومين المرشحين بالأرقام بعد الفصل أهلا بحضر لكم مرة تانية يمكن قبل الفصل كنا بنتكلم على البلندور تكلم على البلندور مين الأحق للفوز بهذه الجائزة الكبرى على مستوى التقييمات على المستوى الفني على مستوى الرعاة يمكن بعض الأسماء اللي قلناها لحضراتكم على رأسها ليون ميسي وليفاندوويسكي كمان موجود جورجينيو ده يعني هنا في المجال اللي احنا بنتكلم فيه عايزين كمان نعرف الأراء برا راحة فين على مستوى خبراء كرة القدم العالميين واحنا معنا عبر سكايب طبعا نجم برازيل كبير جدا جدا لعب لفلامينجو لعب لبالمراس لعب كمان من خلال الدوري الإيطالي مع الإنتر وحاليا هو كان المدرب السابق لفريق تيرانا في الألباني على مستوى البطولات حقق يمكن مع منتخب البرازيل كاس العالم للقرارات سنة 97 حقق السلاسية كمان مع الإنتر بفوزه بالدوري الإيطالي وكاس إيطاليا والسوبر الإيطالي معنا ومعاكم عبر سكايب طبعا زيمارية اللاعب المتميز في تاريخ الكرة البرازيلية والمدير الفني الصابق لفريق تيرانا الألباني مساء الخير عليك نرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير مساء الخير على الجميع مساء الخير على جماهير قناة الأهلي واحد من أعظم الأندية في أفريقيا اللي لم يكن الأعظم حسب الأرقام والإحصائيات النادي الأهلي الذي لديه سوالات وجوالات داخل وخارج أفريقيا نادي تعود على التتويج بالبطولات داخل وخارج أفريقيا لذلك أنا سعيد بتوجده على قناة النادي الأهلي وأتمنى حظ سعيد للنادي الأهلي في المنديال القادم بالإمارات التي شهدنا القرعة منذ قليل أتمنى رغم أني برازيلي لكن أتمنى التوفيق دائما للنادي الأهلي أكيد هنتكلم عن الكاس العالمي الأندية وكمان احتمالية مقابلة النادي الأهلي كمان لفريق بالمرأس في الدور قبل النهائي لكن خلينا نتكلم وهو أكيد متابع خلال ساعة من دلوقتي البالندور نتكلم أنت زي مارية تتوقع مين أن يفوز بهذه الجائزة الكبرى من خلال طبعا رؤيتك الفنية من خلال كمان اللاعبين المرشحين تتوقع مين اللاعب الذي يفوز بهذه الجائزة أنا أتوقع لكن قبل كل شيء دعني أقول لك شيئا أمان أن البالندور جائزة لديها خصائص خاصة وهم لديهم عسابات خاصة في اختيار الفائز لكن ليونيل ميسي وروبرت رباندوسكي كاموا بعمل موسم جيد لكن هناك العديد من الأسماء اللاكيزين قد صنعوا المكدي مع فرقاهم كتشابي إرناندز ويبريموبيتش وبعض الأسماء الكبيرة التي كانت تستحق الفوز في البالندور ولم يحصلوا عليها نظرا لديهم حسابات خاصة لكن بالنسبة لي الآن جورجينيو قوي جدا روبرت رباندوسكي كاموا بصناعة المكدي مع بايرن ميونيخ وليونيل ميسي فاز مع كوبا أمريكا مع الأرجنتين لكن أنا أتوقع بالنسبة لي والبالندور سيذهب إلى ريبورت رباندوسكي من وجهة نظر زيمانية أو جورجينيو من وجهة نظر وعطاقت كمان كان دخول اسم كريم بن زيمة كمان كريم بن زيمة على مستوى رائع جدا مع الريال مادريد كمان على مستوى رائع جدا في مشاركته مع المنتخب الفرنسي وزي ما هو بيقول كنا بنتكلم مع طبعا إيهاب أن ليها حسابات أخرى ومعادلات أخرى ويمكن بس هو سؤال هل لو فاز ميسي بهذه الجائزة يكون فوز مستحق لبسي بالفوز بالنسخة السبعة في تاريخ ميسي وطبعا رقم قياس كبير جدا والفوز بسبع ألقاب أو سبع جواز للبالندور هل يكون فوز مستحق لبسي بالنسبة لي أنا أتمنى أن يفوز بجائزة البالندور روبرت ليباندوسكي وللأسف قد يكون من المؤسف إذا فاز ميسي هذه الليلة بالبالندور ستكون فضيحة كبيرة في الأوساط الرياضية ستحدث عنها غدا جميع وسائل الإعلان زمرية قال بالنسخة الآن قد تكون فضيحة كبيرة وسيتكشف أمور كثيرة من خلال صحيفة ليكيب شيء أهم من خلال قناة الأهلي ميسي قام بعمل لقاء مع صحيفة ليكيب قبل البالندور وهذا ما قد يرشح ميسي للفوز بالبطولة كريسانو رونالدو قام أيضا بعمل موسم جيد خاصة مع المنتجب البرتغالي كريسانو رونالدو لن يكون حاضر الليلة إذا ميسي قد يكون قريب وتكون فضيحة أنا بتفق معك كمان أنا يعني من خلال بعض الريبورت ثم بعض الناس اللي بتتكلم خبراء الكرة العالمية بيقولوا حتى لو ميسي فعلا يعني إخاذ هذه الجايزة هتبقى فيه تشكيك في هذه الجايزة في السنوات القادمة هيكون فيه شك كبير جدا من القائمين على كرة القدم فيه يعني نوايا هذه الجايزة بشكل كبير وهتأثر بالسلب على هذه الجايزة بشكل كبير جدا لأن كل الناس في أعتقاد الشخصي نسبة كبيرة جدا جدا من المتابعين لكرة القدم العالمية بيقولوا لنا لباندوويسكي هو الأحق بالفوز بهذه الجايزة هذا العام طيب خلينا نخرج من جايزة البلندور ونروح هل نسألها عن محمد صلاح وشايفه إزاي مسيرته ونجاحه في الدور الإيطالي قبل كده وثم تقلقه الكبير في الدور الإنجليزي طبعا زيمارية معي ديف طبعا ناقد رياضي متميز جدا بيسألك على رؤيتك لمحمد صلاح من خلال تقلقه مع ليبر بول على مستوى البريميال ليج وعلى مستوى الشامبينز ليج بالنسبة لمحمد صلاح محمد صلاح يصنع المجد في ليبر بول ويقوم بعمل أشياء استثنائية من الغريب أن تقلق من لعب مصري وفترة أفريقية لهذا محمد صلاح استثنائي ويقوم بعمل أشياء خرافية من خلال ليبر بول لكن محمد صلاح تستطيع أن تقول نشأ في فيورنتينا في إيطاليا وتطور في روما كما بعمل أشياء خرافية مع روما وإيطاليا لديها الفضل في أن يتطور محمد صلاح من الناحية البدنية ومرحلة الدريبلينج محمد صلاح يستحك البالندور ولكن محمد صلاح يستحك البالندور العام القادم لا أعتقد أن محمد صلاح إذا استمر محمد صلاح في تقديم الأداء الرائع خلال هذا الموسم وقدم أداء رائع مع ليبر بول في دورة أبطال أوروبا ووصل إلى المراحل النهائية وشيء هم يجب على صلاح أن يصنع المجد وأن يصنع شيئا مع منتخب بلاده لأن هناك بعض النقاط تكون لصالح المباراة الدولية وهل أنت ساعدت منتخب بلادك في الصعود لكأس العالم بل فوز بكأس العالم أو الوصول أو التهديف بمباراة كأس العالم هذه أشياء مهمة جدا يجب على محمد صلاح أن يضعها في اعتباره لأن إذا كان صلاح يؤدي ويعرس العديد من الأهداف العديد من اللاعبين يصنعون أهداف وميسيا يصنع أشياء خرافية لكن هناك أشياء هم يجب أن يضع صلاح في اعتباره لا سفقد أن تصنع أو تعرس هدف جميل أو تصنع حركة أو أي بعض الحركات الاستعراضية يجب أن تفوز بالبلندور البلندور لديه أشياء قصة وأعلم أنك كنت لاعب محترف في الدور الألماني وتعلم أن الاحتراف لديها أشياء مهمة لذا يجب على سأل صلاح يستحق الفوز نعم يستحق الفوز لكن أربعة عوام ماضية صلاح كان يقدم أشياء جيدة في إيطاليا وقدم أفضل منها مع ليفربول لكن يجب أن يضع أشياء أهمة في الاعتبار أنا بتطفق معاه تماما في الجزئية دي وخاصة أن يمكن الكفة اللي يمكن توزن شوية وكان سبب في بعض التقارير قال أن فوز ميسي مع منتخب بلاده بالكوب أمريكا هي اللي يمكن بترجح الكفة إلى حد ما أو هو العامل الأكبر في ترشيح حتى ميسي لجائزة البلندور وبالتالي طبعا دور اللاعب مع منتخب بلاده أكيد دور مهم جدا جدا طيب نخرج من البلندور ونروح طبعا هو لعب لبالمراص البرازيلي وطبعا لعب لفلامينجو عايزة شوف رأيه أولا أو متابعته من خلال كأس العامل الأندية الماضية ورؤيته للنادي الأهلي من خلال طبعا المباراة يعني مباراة النادي الأهلي أمام بلمراص وشاف رؤية النادي الأهلي شافه إزاي في هذه البطول في المباراة النهية لكن بلمراص ومدربه عارف كيف يفوز بالمباراة وعارف كيف يتأهل لكأس العالم للاندية لأن الإعلام البرازيلي قام بتضخيم الأمور بالنسبة لفلامينجو وجميع وسائل الإعلام في البرازيل تحدثت أن فلامينجو قد يكون الأقرب وقد يفوز بالبطولة وهذا الشيء وصل بطريقة سلبية للعاب فلامينجو ليس فقط للعاب فلامينجو بل وصل أيضا للعديد والألاف من جمهير فلامينجو الذي قطعت أكثر من ألفين كيلو متر هل تنخيل ألفين كيلو متر قطعت جمهير فلامينجو من البرازيل من أجل الزاب إلى المونتيفيديو في سنتيناريو ملعب الفاينال لهذا لكن كأس العالم النادي سيكون نصفة قوية لأن المنديال دائما مختلف عن العام الماضي بالميرس يريد أن يسأر من الأهلي أخذ منه البرونزية العام الماضي ونسخة بالميرس هذا العام نسخة مختلفة الفرق من بالميرس السنة اللي فاتت والسنة دي يعني هو طبعا يتابع الفريق بشكل كبير وكان نجم يوم الأيام كان نجم من النجوم هذا الفريق الفرق ما بين بالميرس 21 و20 أو 22 و21 النسخة اللي فاتت والنسخة القادمة بالميرس هذا العام أكثر إقناعة وأكثر ثقة في أنفسهم أنت تعلم الفوز دائما ما يقلب الفوز والفوز يقلب الثقة في نفوس اللاعبين ليس سهل أن تفوز بكوبة الليبرتادورس عامين متتاليين هذا خلق ثقة كبيرة في بالميرس ومدربهم وأعتقد أن بالميرس سيذهب إلى المرات على الأقل يستطيع أن يعود بميداليا هذا قد يكون صعب بالنسبة للنادي الأهل إذا ما فاز الأهل أمام منتير المكسيكي ستكون مقابلة صعبة جدا للنادي الأهل المصري أمام بالميرس أنت تعلم البرازيليون صعب البرازيليون أن يفسروا الأقل الأهل أيضا نسخة هذا الأهل قوية هذا العام لا أنا أختلف معك شوية لأن أعرف البرازيليين كمان أعرف المصريين وطبعا أعرف النادي الأهلي أكيد المباراة هتكون مباراة قوية جدا جدا لكن أنا بقولك إن شاء الله لو أبرينا تاني إن شاء الله نفوز ويبقى السعود إن شاء الله للمباراة هاية زي مريا بنشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق لك شرفتنا ونورتنا في المحترف على قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا يهاب بيقول حيكون في طار واضح إن طبعا الأمور طبعا كان فوز النادي الأهلي وبالبرونزية كان شيء عظيم وده بيدل إن كانت مباراة قوية جدا وفريق بالمارس طبعا من الفرق الكبيرة ولكن واضح إن هم كمان عايزين للعبوا النادي الأهلي في نوع من أنواع الطائر الشعب برازيلا كابتن هاني زي الشعب المصري زي الشعب المصري عندهم حتة السقر واللاء ومرضشة تغلب والكلام ده والكرة بالذات في البرازيل يا كابتن هاني الكرة كالماء والهواء والطعام عندهم دي أساسي يعني كل الشعب البرازيلي فهم طبعا النادي الأهلي هم موقف فرقم بيتشابه جدا زي ما كلمت إنت بطل كأس لبرتادروس مرتين وأنا بطل دولي أبطال أفريق مرتين لنتقابل الظروف وضعيتنا في مواجهة تاني مع بعض وإن كانت المراضي مواجهة مبكرة غير اللي حصلت في الموسم اللي فات هاتبين الفرقة اللي هتكسب فيهم يا كابتن ممكن بتمح كبير جدا في المباراة النهائية طيب تعال أنا وانت ويمكن فريل العداد محضر بعض الأرقام لطبعا اللعيبة المرشح للبلندور عندنا ميسي وعندنا ليفا وعندنا محمد صلاح وعندنا كمان رونالدو وجورجينيو تعال نبدأ أنا وانت بأرقام محمد صلاح يعني نبدأ بأرقام محمد صلاح من خلال الموسم من خلال المشاركات ومن خلال البطولات اللي شارك فيها من خلال أهدافه لكن محمد صلاح زي ما بقولك الموسم ده موسم أكتر من رائع بداية أكتر من رائعة لمحمد صلاح لكن خلينا نتكلم على بعض أرقامه من خلال يعني الدوري الإنجليزي الفوز محمد صلاح فاز بالدوري الإنجليزي مرتين كاس إنجلترا مرة محمد صلاح على مستوى الدوري السويسري خادوا مرتين كاس السوبر الأوروبي مرة التشامبينز ليج مرة كاس العالم الأندية مرة الألقاب الفردية حصل عليها محمد طبعا أفضل لعب في أفريقيا مرتين وطبعا جائزة بوشكش لأحسن هدف في العالم مرة واحدة لسه حتى زيبارية بتكلم لو استمر محمد صلاح بهذا الأداء وحقق نتائج جيدة مع الليفر بول وكمان على مستوى منتخب مصر أعتقد هيكون هو المرشح الأقوى للحصول على هذه الجائزة بس العام القادم ده اللي احنا بنتكلم فيها كابتن هاني إن محمد صلاح وفقا لتقارير أوروبية كتير هو الأق حتى الآن يعني دائما أما أنت بتتكلم عن المسم الجديد حتى الآن أقوى مرشح للبالندور وللفيفا أورودي كمان في المسم الجديد حتى الآن هو محمد صلاح بداية من المسم المسم بيبدأ في صيف شهر أغسطس في كل الدولات الرضية لا يوجد لاعب في العالم في العالم كله قدم ما قدمه محمد صلاح منذ أغسطس وحتى الآن مستوى الأهداف مستوى التأثير مع فريقه مستوى كل حاجة طبعا أثنين دوري إنجليزي اللي هم محسوبين لأنه محسوب له الدوري اللي خده مع تشيلسي طبعا في البداية خلص حتى بعطوله المداليا ساعتها فاكرين يعني الواقع دي كان شارك ثلاث مباريات فقط ساعتها معهم ولكن هو أحد أفراد الفرق اللي طبعا اللي خدت البطولة فلو استمر محمد صلاح بالشكل ده بإذن الله مرشح بقوة أنه ياخد اللقب في عشرين اتنين وعشرين ويزين كمان ده إيهاب مهم جدا يزين زي ما زي ما ريا قال وكل الناس بتقول أنه يزين ده كمان على مستوى المنتخب على مستوى المنتخب عندنا بطولات السنة دي بشكل كبير عندنا حتى كاس العرب ده من تنظيم الفيفا ممكن جدا بس هو الحمد صاح مش هشارك فيه لكن على مستوى أفرقيا بطولة أفرقيا مهمة جدا الصعود لكاس العالم نعمل حاجة كويسة ونصعد لأدوار متقدمة في كاس العالم كل دي نقط أكيد بس سأقول لك يا كابتن أنه عشرين اتنين وعشرين خدمة على الصعيد الدولي لأن فيها بطولات كتير صح عنده بطولة أفريقيا زي ما حرق قلت هيبدأ بيها السنة في عشرين اتنين وعشرين لو خدتها ده بيعمل فارق نقاط كبير جدا لك في الصراع بعد كده كاس عالم وصلت كاس عالم مش هقول لك تاخد كاس عالم مجرد أن مصر تتخطط دور الأول أنت تأهلت أولا في المطش الفاصل لو تأهلت في شهر ثلاثة إن شاء الله حلم كل المصريين نتأهل ده أولا هيديك بوينتس كتير بعد كده وصلت كاس عالم برضو عشرين اتنين وعشرين هتلعبه في نفس العام في قطر وقدرت أنك توصل بس تتخطط دور المجموعة المجموعة اللي أنت توقع فيه بنسبة كبيرة جدا مع دور انجليزي إن شاء الله أتكتمل كل حاجة خاصة أن محمد صلاح بيتوفر فيه حاجة الناس مش واخد بالهم منها شوية مش متوفرة في جورجينيو مش متوفرة يعني هو فيه صورة ليه في إيطاليا أن جورجينيو ما ياخدش هل فيه لعب يستحق أكثر من جورجينيو في العالم أنه يفوز بالفيفا أورد وكمان بالبالندور راجل واخد دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي واخد كاس الأمم الأوروبية أهم وبطولة بعد كاس العالم صحيح مع مستوى الإنجازات طبعا ولكن بيقولوا إيه دايما التقارير في أوروبا بيقولك يفتقد لهالة النجومية دي حاجة مهمة جدا كارزمة كارزمة النجومية وهالة النجومية اللي هي الفيفا أو الاتحادات القرية دي بيبيعوا عليها أنا ببيع على أساسها طب ده يفتقدوا ليفندووسكي هل ليفندووسكي بلغة ونشوف أرقامه طبعا معنا 50-50 يعني هل ما عندوش خلي بالك كمان بتكلم على أنه عمل اسم براند ده بيساعده جدا جدا بفوز بالبطولات هل ليفندووسكي وجوده حتى مع المنتخب البولندي مأثر على حصوله على الجائزة زايدية وفيه خبراء كتير جدا بيرشحوا للفوز بهذه الجائزة تالي كنت بقولهولك كابتن هاني لسه بكمل كلامي في صلاح صلاح وجه إعلاني صلاح وجه إعلاني مربح صلاح متواجد ليه في قائمة أعلى النجوم في العالم صلاح على فكرة رغم ردبه القليل الناس مستغربة أنه هو موجود في أعلى دخول العالم ضمن أعلى عشر العامين دخلا في العالم رغم أنه بياخد 200 ألف سنين في الإسبوع ولكن ليه؟ لأن محمد صلاح بياخد مبلغ كبير جدا من الدعاية والتسويق صحيح على مستوى على مستوى البراند يعني قدامنا طبعا أرقام لفندووسكي دوري طبعا حصل على الدوري الألماني 9 مرات كاز ألمانيا 4 مرات كاز السوبر ألماني 6 مرات على مستوى الدوري البولندي مرة كاز بولندا مرة كاز السوبر البولندي مرة السوبر الأوروبي مرة دوري أبطال أوروبا مرة كاز العالم الأندية مرة وطبعا خاد أفضل لعب في أوروبا مرة وجازت طبعا الفيفا أفضل لعب في العالم مرة واحدة كتير يقولون أن ليفا من خلال الموسم اللي فات أداءه مع البايرن أداءه كمان مع المنتخب البولندي رغم منتخب البراندي ما عملش إنجاز يحسب ليه لكن هو الأفضل في العالم كمان على حساب ميسي تتطفق مع ده أم لا تختلف تتطفق تماما أن للأسف ظروف كورونا ظلمت ليفاندوفيسكي في الموسم الماضي بإلغاء البالندور بدون نقاش وبدون حساباتها كابتن كان ليفاندوفيسكي هو بطل البالندور في الموسم اللي فات ولكن السنة اللي فاتت اتلغت الجائزة بسبب ظروف فيروس كورونا مش نقدر نقول إن كاتيك السنة دي وتقول أنا هعوض ودهاله لأن هم بيقيموا العام بالأم النقطة السلبية الوحيدة اللي عندي ليفاندوفيسكي هي للأسف وكان بيتكلم فيها إذا محرك قلت زمارية منتخب بولندا منتخب بولندا فشل في التاهل المباشر لكس العالم ما أقدمش الأداء اللي كان منتظر منه فهي دي اللي بتبعي في حظوظه شوية إنما هو لو على صعيد أنداء لو بتكلم على تقييم النادي لا يوجد لاعب مع النادي حقق في الفترة اللي فات دي أو السنتين التلات موسم اللي فات في خمسية تاريخية كابتن كنا منتكلم عليها الموسم اللي فات لم يفعلها قبلهم إلا برشلونا فهم عملوها السنة الفاتية وكان هو ده الظلم الكبير اللي كلموا فيه لروبرت ليفاندوفيسكي طيب نروح دلوقتي الفاصل سريع وبعد الفاصل حنكمل كمان على مستوى الأرقام ميسي أد مي عندنا رونالدو وعندنا كمان جيرجينيو اللي برأي طبعا النقد الكبير إهاب الجنيدي هو فعلا من أفضل اللعيب اللي يستحقه هذه الجائزة عن هذا العام كل ده بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية يهاب عايزة أسألك سؤال هل الكوب أمريكا اللي فاز بها الأرجنتين وكان ميسي قائد الفريق هل هي دي القاعدة الأساسية اللي تبنى عليها ترشيح ميسي لهذه الجائزة بالبالندور لأن ناس كتيرة جدا بيقولك ميسي عمل كل حاجة إلا الإنجاز على المستوى المنتقب الوطني هل دوت كان فعلا التقييم الأكثر تأثيرا لحصول ميسي على هذه الجائزة في حالة حصوله عليها أنا لا أسمي تاني عندي أنا بسميها الشماعة اللي علاقت عليها فرانسو فوتبول إنها تمنحه الجائزة تاني يا كابتن من الظلم هذا المنح الجائزة هذا الموسم لجورجينيو أو لفندوفيسكي في أي واحد في دول مش يحصل أي أزمات زي ما كان دول زمريان مش يحصل أي أزمات بكرة في الصحف العالمية مش هتلاقي حاجة دخدها هتلاقي في سكوت حتى كان فيه في إيطاليا لمن اللي فاته دول كان فيه سراع كبير في وسائل الإعلام وهجوم على فرانسو فوتبول على مجلة نفسها مع بدء التسريبات إن ميسي هو البطل إزاي كله طرح صورة جورجينيو وقال لك إزاي إزاي مش البطل أنت بتكلم على بطولات طيب أهم بطولتين مش أنت بتقول بطولات دولية منتخب أنا خدت كأس الأمم الأوروبية اللي هي البطولة في التصنيف أعلى من الكوبا أمريكا عارفين أن التاني بطولة بعد كأس العالم هي كأس الأمم الأوروبية خدت البطولة الأعلى على مستوى الأندية في العالم دوري أبطال أوروبا فيها بزاي أنا أسميها إن حتة كوبا أمريكا بيفرق يا هاب كمان منتخب اللعب بيفرق يعني لو على سبيل المثال ليفندوزكي بيلعب في منتخب البرازيل أو منتخب ألمانيا أو منتخب أسبانيا ده بيفرق مع اللعيب في الجواز دي حتى اسم المنتخب بيفرق معه بيفرق كابتل لأنه زي ما حرق عارف بيساعده يعني لو لفندوفيسكي ده شيله حطه في البرازيل أو شيله حطه في أسبانيا هي بمتوجد في كل البطولات الكبيرة العدس بينافس عليها وبيكسب يعني يكسب بطولات يعني زي ما بنقول فيه أسماء كبيرة جدا قدامنا طبعا أرقام ميسي إيهاب طبعا أرقام كلها أرقام كبيرة جدا لأننا جابان كمان أرقام على مستوى البطولات طبعا ميسي فاز بعشرة دوري أسباني وسبعة كاس ملك أسبانيا تمانية كاس السوبر الأسباني وثلاثة كاس السوبر الأوروبي أربعة شامز ليج ثلاثة كاس عالم الأندية واحد كوب أمريكا طبعا على مستوى الشباب والأولمبييات فاز كاس العالم الشباب وذهبية أولمبييات مرة المستوى طبعا القبر الفردية هو الأكثر تطويجا بالقرة الذهبية بست نسخ أفضل لعب في أوروبا ثلاث مرات وطبعا الفيفا وورد الأفضل لعب في العالم جائزة الفيفا مرة واحدة. والحزاء الزهبي الأوروبي ست مرات. على مستوى الأرقام. وده تاريخ. لكن على مستوى التقييم خلال الموسم اللي فات. أعتقد ميسي بالكوب أمريكا. هي دي زي ما أنت بتقول يمكن الحاجة اللي الناس كان لها مستنيها. وإن كان دايما فيه نغمة لازم ميسي التاريخ الكبير أو دوت على مستوى الأندية على المستوى الألقاب الفردية ناقص بس الفوز بلقب مع المنتخب. يعني برضو يا كابتن عشان من يبخسوش حقه. وانت برشلوني كبير وعارف الكلام ده. ميسي 2021 كان النقطة المضيئة الوحيدة في برشلونة. ميسي قد برشلونة في الموسم ده للفوز بكأس أسبانيا. كأس ملك أسبانيا. البطولة التانية في أسبانيا بعد الدولي. يعني هو مش مجرد إنجاز منتخب بس. برضو عشان من يبخسوش حقه. لا. إنها نقاية فرقتي في فرقة منهارة. العالم كله بيقول إنها فرقة منهارة. شفنا ده بعد ما مش. بالزبط يعني. بيقود الفرقة إنها تفوز بكأس ملك أسبانيا. بيحرز. كان بينافس لو حرك متذكر طبعا معي الآخر وقت. على الحزاء الزهبي بتاع الهداف الأوروبي مع ليفاندوفيسكي. يعني برغم كل ظروف دي. لا. هو في برشلونة كان جايب 30 هدف. طب تعال. وانت نشوف المرشح الأقوى بالنسبة لهاب الجنيدي. والمفروض ياخد البلندور جورجيني. نشوف كمان أرقامه على مستوى البطولات اللي خدها على مستوى. كمان على مستوى الفردي جورجينيو. بيقدم مسلم أكثر من رائح. حتى يعني يمكن ضربة الجزاء اللي ضيحها في تصفيات كاس العالم المؤهلة الكاس العام الإيطالي. يمكن ما بتأثرش عليه. وبدليل إنه حتى مع يمكن فريق شيلسي أحرز ضربة الجزاء اللي فاتت. شخصية كمان على مستوى جيد. يعني الدوري الإيطالي مرة. كاس إيطاليا مرة. السوبر الإيطالي والسوبر الأوروبي والشامز ليج والدوري الأوروبي كل ده مرة. وخاد مرة واحدة أفضل اللاعب في أوروبا. الموسم ده أفضل موسم. والموسم ده جورجينيو على المستوى النادي. وعلى الموسم الماضي بشكل عوضة. كان قوة تأثيرية لا غبار عليها. جورجينيو وعكب تنهاني اللاعب وسط. بمواصفات لعب الوسط الحديث بكل ما يتطلبه مهام دوره. لعب موهوب جدا. لعب تعرفين أنه أصله برازيلية. فهو بيمتلك رحم أنه بيلعب هاف دي فندر إلا عنده المهارة. وبيزيد. بيؤدي كل الحاجات في وسط الملعب. ولذلك كان هو أفضل لعب وسط ملعب في بطولة أوروبا. وكمان كان أفضل لعب الأخيرة. أحد الأسباب الرئيسية باعتراف تخيل حتى فوز في رئيته تشيلسي بدورة أبطال أوروبا. فهو العيب متكامل. أنت دلوقتي بيتكلمني أن أنت بتقول بطولات كفرنس فوتبول أو كان المسؤولين عن الجائزة دي. طيب أنا واخد بطولتين الأعلى على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات. ولكن زي ما بيقوله في إطالة زي ما قلت يا بحراج هو بيفتقد للهالة الإعلامية. الأهالة الإعلامية اللي بتصنع النجوم هو جورجينيو. هي دي الحاجة الوحيدة اللي بيفتقدها. صحيح. إيهاب بنشكرك شكرا جزيلا. أنت بتقول جورجينيو. أنا على المستوى الشخصي أتمنى فوز اللي باندويسكي. طبعا لعيب رائع بمستوى. رائع جدا على مستوى التهديف. أفضل لعب في العالم. أنا شخصيا بعترف بك خلال الموسم الماضي. هنشوف خلال نص ساعة من دلوقتي. البلندور هتروح لمين؟ يا طرى ميسي. يا طرى لي باندويسكي. يا طرى جورجينيو. ده اللي هنعرفه خلال نص ساعة. لكن بكده نكون خلصت حلقتنا. نشكرك يا هاب. شكرا جزيلا. شكرا كابتن هاني. نورتنا وشغفتنا. دايما بك نورنا يا هاب. نحن طب. وبشكر حضراتك وعلى المتابعة اللي قاننا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي. نتمنى كمان كل التوفيق لمنتخبنا من خلال كأس العرب المقامة في قطر. أول مباراة إن شاء الله يوم الأربعة تكون مباراة جيدة ويفوز منتخبنا القومي. أشوف حضراتك إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي في نفس المعاد. يوم جديد وحلقة جديدة من المحترفة.